اشتركوا في القناة اعداد كتيرة جدا واخبار كتيرة جدا موجودة عندي بعد اللقاء النادي الاهلي مبارح امام اللجم الساحلي في اولى لقاءات والافريقية في دور المجموعات اكيد طبعا الحمد لله قدر الله مش افعل على النتيجة لكن واضح جدا حالة الرضا الموجودة من جمهور النادي الاهلي وثقة كبيرة جدا اللي في الجهاز الفني وفي اللعبين النجم الساحلي من كرة واحدة فقط قدر انه هو يسجل هدف الفوز على النادي الاهلي لكن طبعا مباراة زي ما حضراتكم تابعتم وشوفتم خطأ يعني خطأ من الحكم الحكم المباراة بالح واضح جدا يعني ان الحكم او مسألة التحكم في افريقيا هيكون فيها مشاكل لفترات طويلة جدا بسبب عدم التعلم من الاخطاء وعدم يعني ما فيش حد بيضع حد لهذه المهزلة الافريقية التحكمية كل شيء داخل القرى الافريقية من اسوأ الى الاسوأ كل العالم بيتطور كل العالم مفهود انه يكون عنده احدث الاساليب اللي موجودة في التقنيات الفنية والتقنيات التحكمية لكن الموضوع في افريقيا بيتطور من اسوأ الاسوأ كلنا شفنا العالم كله بيمشي بتقنيات الفار في كل شيء حتى الدوريات الدوري الابطال الموسم الماضي ما كانش فيه طبعا فار في الادوار الأولى لكن بدءا من الادوار قبل النهائية على الاقل يوجد فار الدوري الابطال في تطور الدوري الكوبا لبرتادوروس في تطور كاس اسيا في تطور كل الدوريات او كل مطلط القارات المحلية كلها في تطور الا القارة الافريقية بنلاقي التحكم من اسوأ الاسوأ حكم المباراة واضح جدا أنه هو عنده زيادة في وزنه واضح جدا أنه هو حكم مش متمكن من المباراة واضح جدا أنه هو مش عارف يسيطر على مجرات الأمور اللي عيبه كلها تتنرفز وتتعصب عليه ودي حاجة سيئة بالنسبة للحكم أن الحكم لما يتم الزعيف فيه أو يتم الشخط فيه من جانب الفريقين النجم ومن جانب الأهل هو مش عارف يسيطر على الأمور ده بالنسبة لي حكم مش جايد الحكم اللي بيحاول يرضي الفريق المنافس على حساب خطأ هو فاكر أو هو شايف أنه هو عمله وبالتالي بيحاول يعوض الخطأ اللي هو ارتكبه ده حكم مش عادل بالنسبة لي بعد ما طارد أيمن أرشف في كرة لا يتوفر فيها الثلاثة أربع شروط اللي مفروض يكونوا متوفرين في كرة بالنسبة لانفراد هي أولاً مش انفراد صريح ثانياً المسافة اللي بين أيمن أرشف وبين اللاعب النجم مسافة زي ما حضراتكم شفتوا اللعبة فيها شاك كبير جداً زيداً الكاميرا من الزوايات القريبة حتى بالنسبة للمشاهدين بالنسبة للناس اللي بتحلل اللقطة أبداً ما حدش اتفق أبداً على أن هي ضرب الجزاء الحكم ما فيه شك أنه ضباح النادي الأهلي تغيير مبكر جداً أو طارد مبكر جداً بعد كده إصابة عالي معلول ونزول تغيير آخر أنه نحن عندنا تغييرين أو حصل عندنا يعني مشكلة في خط الدفاع وأيضاً مشكلة أخرى في خط الدفاع عن طريق ناحية الشمال كل ده لازم يترتب عليه الشكل اللي حضراتكم شفتوه لكن يتحسد للنادي الأهلي الروح القتالية العالية جداً القتال الحماس اللي عندهم الاسترار أن هم يحاولوا على قد ما يقدروا في مخارج ملعبهم في قولة اللقاءات الأفريقية على ملعب رادس مع واحد من أصعب الملعب الموجودة في قارة أفريقيا ضد التحكيم كمان التحكيم ضدك أنا مش بتكلم ولا بنحاس للنادي الأهلي علشان خاطر أنا هنا بتكلم من خلال قارة النادي الأهلي أنا بالعكس أنا بتكلم لأي فرقة مصرية تعرضت لأي خطأ أو تعرضت لأي مشكلة في التحكيم هنطلع ونتكلم ونقول زي ما حضراتكم متعودين في أفريقيا وفي متشوات اللي عندها المصرية بتمثل فيها مصر لازم نتكلم ولازم نطلع ونقول حصل واحد اتنين تلاتة اربعة لكن من الشكل حضراتكم شفتوه ومن الأداء التحكيم السيء جداً نادي الأهلي قرر أنه يتقدم بشكوى عجلة للكاف ضد التحكيم الأفريقي قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابت المحمود الخطيب تقديم شكوى عجلة لاتحاد الأفريقي للكرة القدم بسبب الظلمة التحكيم الذي يتعرض له الفريق الأول للكرة القدم في مطول الدولي للأبطال في السنوات الأخيرة لسيما ما شهدته مباراة أمس أمام نادي النجمة الساحلي التونسي في ملعب رادس والتي ارتكب فيها الحكم البتسواني العديد من الأخطاء نسفت كل قواعد العدالة وأثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر وكلف الكابتن محمود الخطيب الإدارات المعنية بالنادي بإعداد كافة المستندات التي تكشف عن الأخطاء التحكمية الواضحة والغير مقبولة في المباراة الأخيرة ده أمر طبيعي جدا وقرار كلنا كنا منتظرينه بعد المستوى السيء للحكم البتسواني الأهلي والنجمة الساحلي أكيد فرقين كبار جدا وحدث مهم جدا وأكيد طبعا القارة الأفريقية كلها بتتابع مش بس قرأة الأفريقية مش بس قرأة الأفريقية